الوقت هنبدأ مع بعض نراجع يونت ثري في منهجنا انجلش والد للصف السلس اللي البتدائي يونت ثري عنوانها what is going to happen next ايه اللي يحصل بعد كده وكتب لنا كمان عنوان جانيبي او عنوان التاكست danger at the old house خطر في البيت القديم طيب عندي مجموعة من الكلمات هنا او الصور قبل من اقرأ الكلمات ممكن ميدو معي ممكن تسمع تسمعني من بالهيدفون عشان صوتي بس ماما تاني اوك اوكي باربت واير طيب شايف هنا باربت واير اللي هو السلك الشائك اللي بيبقى معمول على الأصوار wheat اللي هو ايه الحشائش او العشاب pinoculars اللي هو المنظر اللي شايفينه ده bad look اللي هو القفل grid اللي هو شبكة غالبا بتبقى من الحديد barbit wire barbit wire اللي هو السلك الشائك belong belong اللي هو يخص binoculars binoculars اللي هو المنظر board up board up board up يعني يغطى بلوح من الخشب يعني covered something with ports poro poro لو يستعير briefcase briefcase ليحقبة الأوراق pump into pump into لا معنيين او المعنى اللي هو pump into لو يخبط او يقابل شخص صدفة كأني خبطت فيه كده pump into يقابل شخص صدفة او كمان to hit or knock against something اللي هو يبقى المعنى الأساسي اللي هو يخبط dull 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 حاجة not bright حاجة مش لامعة ومش مضيئة اللي هو بيبقى كأيبي بنكمل die 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 هنا اللي هي معناها سبغة هو liquid is used to color cloth عشان نلون بها القماش event event لو حدث expect expect يتوقع حدوث شيء fact fact يعني حقيقة in fact in fact يعني في الحقيقة flow flow يتضفق ودي حركة المية أو حركة أي سائل اللي هو move along smoothly حاجة بتتحرك بنعومة زي المية كده fast fast اللي هو فوضى gab gab اللي هي فجوة gasp 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 اللي هو صوت تنفس الإنسان لما بيبقى بيجري اللي هو بنقول بالعربي يلهس بيلهس طيب grid grid وهنا كتب لنا معناه عازل بس احنا شفناه في الصورة اللي هو الحاجة اللي عاملة زي الشبكة كده ده اللي هو grid hand dyed hand dyed يوصد بها سبغة ما لابس بس سبغة يدوية بيتسبغ بشكل يدوي لو بيقولك colored by a person using die on the close شخص بيعمل الشي ده بنفسه imagine imagine يتخيل iron 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 يعني حديد لو كانت نوين أما لو كانت verb يبقى معناها إيه لو كانت verb مهم اخذ ناس اكسلانت اوكي في الـ مش local local يعني محلي حاجة خاصة بمنطقة معينة lock اللي هو ويغلق او يقفل حاجة mysterious mysterious شيء غامض ودي صفة النون منها mystery اللي هو غموط mystery nail هنا verb يبقى معناها يثبت بالمسامير وهنا كتب لنا في definition to fix with the nail ايه ده ايه الفرق ما بين nail هنا و nail هنا nail this is a noun and this is a verb okay padlock اللي هو طبعا الاف peer here as a verb بيقولنا يعني بحلى or look closely and carefully ولكن peer كمان لها معنى لو كانت noun اسم معناها رفيق او نظير تمام promise يعني يعني يعد يوعد يعني relief اللي هو راحة نفسية the happy feeling الاحساس بالسعادة when a worry is ended لما القلق بيخلص ده relief راحة نفسية next word is root اللي هو السنورة rusty اللي هو دي صفة معناها شيء مصدي season اللي هو الموسم اسم wait a minute okay ماش setup يعني ينشئ شيء ينشئ شركة مثلا او يبدأ اعمل حاجة معا شجر بيقولك to shake because of fear or dislike يرتعد من الخوف si اللي هو يتناهد single يعني boom بمفرده timber اللي هو عصبي tile بيقولينا اللي هي البلاطة the flat square shape that makes part of a roof برة الاسكوف بتاعتهم غالبا بتبقى معمولة بالبلاطات كده عشان المية trapped يعني تم مسكو trapped يعني فخ لو نون يعني trapped وقع في الفخ او تم مسكو caught underneath يعني تحت blue upstream يقصد اقصى النهر او ضد الطيور weed اللي هو نبات بريء او حشيش اوك 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 دلوقتي هناخد grammar unit 3 مع بعض كان اول جزء من الجرامر بتاعنا زمن past perfect tense الماضي التام بيقول لنا لو انا حبيت اعمل جملة affirmative جملة مسبتة انا اللي بعمله ان انا بحط اه او بجيب verb had وبعد كده pp من المين verb التصريف التالت للمين verb زي ما ساقولك i had fished اوك لو هعمل negative سأله خالص كل اللي هعمله هجيب not جنب او بعد had يبقى had not or hadn't وبرده pp من المين verb swam i had not swam لو هعمل question هطلع had في الاول وبعد كده هحط ضمير الفعل وبعد كده pp من التصريف او التصريف تالت للمين verb اللي هو زي eaten نفس الكلام ده يشرحونا تاني بس باسلوب مختلف خليني بيقول لك هنا لو انت we form the present perfect طبعا هو دي خطأ مش present احنا زماننا past perfect was had was had plus past participle past participle يعني pp او التصريف التالت من المين verb من الفعل الاساسي بتاعي ممكن اختصر هاد الى ايه ابو صرف دي زي ما بيقول لك هنا can you read the example i had gone to bed by midnight اه انا رحت السرير قبل منتصف اليل ايه كمان they left by noon هم غادروا قبل الظاهرة طبعا دي لو كانت جملة affirmative جملة مسبتة بيقول لك باقي negative sentence في الجملة المنفية بحط كل بعمله بحط not after had وممكن اختصرها الى hadn't read the example please she had not looked the door هي لم تغلق الباب الاكزامبل التاني ممكن تقرؤه he hadn't come back اوكي لو هعمل نوع التالت من الجمل اللي هو ال question بيقول لك كل اللي بنعمله بنطلع had at the beginning of the sentence في بداية الجملة قبل طبعا السبجيكت اقرى الاكزامبل had had they told them about the party تمام had she read the letter جميل جدا ده طبعا نوع اولين من السؤال اللي هو yes or no بيقول لك برد عليه in short answer ازاي بيقول لك كل اللي بنعمله بنبدل طبعا محط yes or no وبعد كده بنبدل اول كلمتين في الجملة مع تعويض لو كان الفاعل بتاع اسم اعواضه بضمير عشان كده had لمسا arrived لك yes she had or no she hadn't فاهمين لحد دلوقتي طبعا ده ال formation او التركيب بتاع الزمن خلينا نروح نشوف جزء المهم بالنسبالي اللي هو ال usage بتاع الزمن ده بيقول لك we use best perfect to talk about a بستخدم الزمن ده عشان اتكلم عن اي او عبر عن اي اول حاجة an action that happened before a specific time in the past لو انا عندي وقت محدد في الماضي وعايز اقول ان ال action ده حصل قبل من الوقت المحدد ده يبقى على طول لازم احط الجملة فيه past perfect في المثال بيقولك it was half past كان الساعة ستة ونص and my dad had left the office والدي كان غادر المكتب يعني والده غادر المكتب قبل الوقت قبل الساعة ستة ونص تمام؟ حصل بعد كده بيقولك past simple for the actions that happened first بستخدم زمن past perfect عشان الحدث اللي تم الاول طب والتاني بيقولك الحدث اللي تم بعد كده بستخدم له past simple for the actions that happened after that يعني معنى الكلام بيبقى عندي جملة كبيرة فيها زمنين او فيها جملتين جملة في past perfect perfect والجملة التانية في past simple تمام؟ واكيد بيبقى عندي رابط بيربط الجملتين دون مع بعض تعالى نشوف المثال كده بيقولك we had tied the room احنا كنا رتبنا الغرفة by the time قبل الوقت اللي مام طبعا دي المفروض came مش come came home after work قبل الوقت اللي مامتي وصلت فيه للبيت يبقى الحدثين تموا في الماضي ولكن هما رتبوا الغرفة الاول وبعد كده مامتهم رجعت البيت من الشام بقى صاريت؟ نعم اوكي بيقولك time expressions اللي بتيجي مع الزمن ده غالبا اللي هما الشوية دون بيقولك before عندي اول رابط عندي اللي هو بيربط الجمل before after when by by the time كل دولة روابط اقدر احطهم في جملة كبيرة فيها جملتين او فيها حدثين وحد بيت نعم ايو because بتيجي معهم عايزي؟ اي ممكن لان بكوز فيها سبب ونتيجة والسبب بيحصل الاول يبقى كيد السبب بيكون في الباست بيرفكت وطبعا النتيجة اللي بتحصل بعدين او اللي هي number two بيبقى في الباست سيمبل تمام؟ اوكي اوكي طبعا كلهم بيبقى بيجوا وراهم الباست سيمبل او الحدث التاني معادة كلمة after هي اللي بيجي بعدها الحدث الاولين طيب نرى المسال وهد بين read the first example after i had brushed my teeth i put on my school uniform طبعا عندي after اوكي عندي الرابط بتاعي after وعندي الجملة الاولى i had brushed وده الحدث اللي تم الاول انا بعد ما انا نظفت اسنيني ايه اللي حصل بعد كده i put on my school uniform اللي بيس زي المدرسي بتاعي وده الحدث التاني ومحدود في past simple read the next one by the time i began they had finished طبعا هنا ده النوع التاني من الرابط اللي هو بيجي ورا الحدث التاني ولك قبل الوقت اللي انا بدأت فيه they had finished هما كانوا خلصوا طبعا هما خلصوا الاول ده الحدث الاول عشان كده past perfect الحدث اللي تم بعد كده انه هو انا بدأت i began ده في past simple تمام نكمل عندنا حتى كمان مهمة في ال unit بيكلمنا فيها عن question tag السؤال المزيل السؤال المزيل هو سؤال تأكيدي انا بحطه في اخر الجملة الخبرية عشان اتأكد من كلامي واللي احنا بيقوله في العربي اليس كذلك او بالعامية بيقول مش كده بحطه هو سؤال عشان اتأكد او ااكد على الكلام بتاعي طيب هنرجع نقرأ ده بس بعد ما نقرأ الكلام اللي تحت بيقولك بعمله ازاي السؤال المزيل ده بيقولك ويفارم question tag with the بتكون من ايه بقى الحتى دي مهمة جدا with the تاويني with the يعني الفعل المساعد of the sentence plus the pronoun ضمير الفعل تمام يبقى هو بيكون من حكتين فعل مساعد وبعد كده ضمير الفعل بس خد بالك بيقولك question tag at the end of the sentence we use comma او الحاجة قبل ما اعمله لازم احط كومة عشان to separate the question from the sentence عشان اوصل ما بين السؤال المزيل والجملة اللي قبل كده لازم احط كومة قبل ال question tag زي المثال بيقولك they aren't having dinner at the moment هما مش بيتناولوا العشاء دلوقت كومة اهيت وبعد كده are they اليسى كذلك طيب بيقولك كمان we use negative question بستخدم سؤال مزيل منفي لو كانت الجملة اللي قبله affirmative sentence جملة مثبتة زي بيقولك you enjoyed yourself انت متعت نفسك didn't you اليسى كذلك هنا الجملة الاولانية affirmative مثبتة هنا negative بنعمل العكس طبعاً بنستخدم affirmative question text سؤال مزيل مثبت لو كان جاي بعد جملة negative sentence جملة منفية ايرال انت المثال كده the children don't usually go to bed before night do they جميل جداً طيب اخر حتة دي مهمة جداً نركز فيها بيقولك ايه the question tag from i am is aren't i طب خليني اوضحها لك ليه هو عملها كده يعني مثلاً لو عندي الجملة دي اما اقولك i am a teacher دي جملة خبرية او هحطه طبعاً الكومة عشان نفس السؤال المفروض بنجيب مام فيه بقى مش احنا بقى مدام الجملة مسبتة affirmative بنجيب السؤال المزيل مام فيه طب المفروض هجيب am وام فيها ما عديناش حاجة في الانجليش اسمها amnt تمام وما ينفعش كمان اقول am not لان كده بقت كلمتين ولسه ضمير الفاعل ده ما ينفعش هو لازم حتى لو مام فيه يبقى كلمة واحدة طيب بما ان لا مفيش amnt وما ينفعش اقول am not يبقى اروح اجيب واحدة قريبتها اللي هي aren't وطبعاً رفليكس الضمير اللي هيعود على الفعل اللي هو i aren't i أليس كذلك فهمتها ميتو طيب طيب بنستخدم بقى مش متأكد ان الحاجة دي حقيقة وعايزة اتأكد منك فبقولك هاني اند عمر aren't brother مش خويت are they مش كده فانت بتقولي no they aren't لا مش كده اوكي خلينا بسرعة كده سريعاً 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 هنحلم مع بعض اللي choose that are you ready yes okay wait number one did he you not to go near that fire did he promise you promise excellent next my friends wait for a walk upstream after they after for a while excellent and and the after يبقى الجملة اللي وراها past perfect okay shudder means to take a small movement of horror horror من الرعب the little children run back to uncle Ted when the man head left okay ولوينو مش مختنى اوه وان اللي جاي وراها past perfect but it's okay hmm number five after after mary and john had seen the dead fish they knew something was wrong great after number six number six the man the man used the building a factory after they had built it okay number seven the land which is beside a stream of water or river is called and bang excellent okay next when i was in the party i didn't bump into Mustafa when which one the the second one the second one okay bump into two okay number nine miss maha said i don't know about that okay these bad boys have had timbers 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 okay timbers okay 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 that so we've finished our teaching today I'll see you in the next video قدم إن شاء الله